اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور منال مخايل محافظ ضمياط وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مناقشة تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء من خلال تكثيف التعاون بين وزارتي النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئي في جميع مشروعات النقل والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء ضمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء